سمو الشيخ عيسى بن علي الخليفة وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء الرئيس الفخري لجمعية الكلمة الطيبة أن جائزة سموه للعمل التطوعي تأتي في كل عام لتترجم التوجيهات السديدة لجلالة الملك المعظم والجهود الوطنية المخلصة لسموه للعهد رئيس مجلس الوزراء والهدفاء إلى تعزيز قيم التطوع باعتبارها أحد الركائز الأساسية لتقدم ونهضة المجتمعات جاء ذلك خلال الحفل الختامي لجائزة سموه للعمل التطوعي في نسختها الرابعة عشر الذي أقيم بحضور سمو محافظة المحافظة الجنوبية ووزير العمل ووزير التنمية الاجتماعية وعدد من المدعوين تغديرا لما يبذله المتطوعون في خدمة لمجتمعاتهم وأوطانهم أقيم الحفل الختامي للنسخة الرابعة عشرة من جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة للعمل التطوعي لتكريم رواد العمل الوطني في الوطن العربي والهدفة إلى تعزيز قيم التطوع باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتقدم ونهضة المجتمعات هذا وشهد الحفل تكريم 12 شخصية بارزة من رواد العمل الوطني في الوطن العربي نظرا لدورهم الكبير في تعزيز ثقافة العمل التطوعي يسعدنا اليوم نحن نقيم الحفل الختامي للجائزة للعمل التطوعي والحمد لله هذه نسخة الـ 14 للجائزة والحمد لله مثل ما شفتوا اليوم حضور كبير من الأخوان المسؤولين في البلد والحمد لله احنا اليوم كرمنا للناس اللي قاموا بعمال تطوعية في بلدانهم في الدول العربية وأيضا أفضل مشروع تطوعي بحريني اللي احنا دايما نولي اهتمام كبير في تشجيع المشاركين في العمال التطوعية والحمد لله الجائزة يعني يخذ على هالـ 14 سنة تطوير كبير في ترسيخ قيمة العمل التطوعي في المجتمع والحمد لله هذه دور واجب علينا نحن نسويه طبعا هذه كلها بفضل ودعم توجيهات سيدي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الله يحافظه يطول عمره والحمد لله اليوم مثل ما شفته يعني الشباب البحريني يعني في أفضل الحال من ناحية المبادرات من ناحية العمل اللي يقومون فيه عمل جدا كبير وجدا جبار فعلينا نحن في هذه الجائزة نحن نشجعهم ونطور من مهاراتهم واستمرار هذه الجائزة لسنوات عدة تترجم التوجيهات السديدة لجلالة ملك البلاد المعظم والجهود الوطنية المخلصة لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء لبذل المزيد في خدمة العمل التطوعي والإنساني هذه الجائزة تعني لشيء الكثير وخاصة أنا من محبين العمل التطوعي ومن الداعمين للعمل التطوعي وخاصة في فئة الشباب اليوم نحن منطالب في أن نشجع الشباب على هذه العمل الجائزة حققت انتشار عربي واسع يكون الجائزة الأولى من نوعها والتي تكرم رواد العمل التطوعي في الوطن العربي فنحن فخورين بهذا الإنجاز وهذا العمر الجائزة والتي فعلا تركت أثر وصناعت فارق في مجال العمل التطوعي وفي مجال العمل الشبابي بالنسبة لي الموضوع يتعدى البعد الشخصي للأمانة أنا معجب بالمبادرة نفسها على مستوين وحدة منها هي مبادرة مهتمة بمشاركة النشع الشباب خاصة والمبادرات المجتمعية بشكل عام بشكل تطوعي وهي ثقافة مطلوب تنظيجها وتنظيمها هذا واحد اثنين أن تتجاوز الحدود السياسية والجغرافية لدولة معينة تتجاوز على المنطقة كلتها وممكن تتجه نحو العالمي أيضا ولدورها الريادي في العمل المجتمعي لم يقفل الحفل عن منح مبارة راشد الزياني الخيرية جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي الخليفة لدعمها للعديد من المبادرات والبرامج التي تستهدف مختلف الشرائح في مملكة البحرين فضلا عن جهودها في المجال التنموي والإنساني نظم المجلس الأعلى للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ورشة عمل فنية حول المسئولية الممتدة للمنتج بهدف تعزيز إدارة المخلفات المستدامة من خلال الشراكة في تحمل المسئولية لكافة الشركاء ونشر مفهوم الاقتصاد الدائري في المنطقة وانطلقت الورشة بالتعاون مع مركز التكنولوجيا البيئية التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بحضور عدد من الخبراء والمعنيين بإدارة المخلفات في دول غرب أسيا خلال الورشة أشار سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينة وزير النفط والبيئة المبعوذ الخاص لشؤون المناخ أن مملكة البحرين أقرت الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات وفقا لأفضل الممارسات القياسية الصحية والبيئية والفنية المعتمدة دوليا لتقليل المخلفات وتعزيز عملية إعادة التدوير مؤكدا سعادته أن مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج من ضمن المنهجيات التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية للمخلفات في مملكة البحرين مشددا على أن تجارب العديد من الدول أثبتت بأن هذه المنهجية فاعلة وأن العالم بات منفتحا على خلق مثل هذه الشراكة بين كل الأطراف والمنبثقة من ببادئ ريا دي جانيرو التي اعتمدت في عام 1992 وأنها باتت جزء من التشريعات الوطنية من جانبه أكد السيد سامي ديماسي ممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة المدير الإقليمي لغرب أسيا أكد أهمية المسئولية الممتدة للمنتج في تعزيز الاقتصاد الدائري وذلك من خلال معالجة إدارة المخلفات في مرحلة نهاية العمر وتشجيع المنتجين على إعادة تصميم المنتجات والتعبئة والتغليف في مراحل مبكرة